اتلاف الجهات الرقابية في غير محافظة كميات من البطاطا دفع بأسعارها في أسواق إربد إلى الارتفاع ما أثار حفيظة المواطنين فالناس اعتادوا في مثل هذا الوقت من العام على شراء بطاطا بأسعار منخفضة اشتكى الأهالي في محافظة إربد من الارتفاع الحاد في أسعار الخضار والفواكه خاصة البطاطا والأنكى أنهم يدفعون دنانيرا كثيرة لشراء بطاطا ذات نوعية سيئة أسعار البطاطا غالية جدا والنوعية سيئة جدا بالنسبة للبطاطا وباقي الخضار للأسف كمان مرتفعة جدا والمواطن بطل يتحمل يعني يقدر يشتري حتى الخضار مش قادر عليها والله أسعار البطاطا منفذة جدا وخاصة يعني النوعية سيئة جدا رديئة العفن الموجود في البطاطا وفوق الحكاظ كله أنه سعر البطاطا عال جدا القدرة الشرائية للمواطن الأردني بصراحة يعني ضعيف جدا وما تحمل الأسعار صحيح أن المواطنين يعلمون أن شحنات مستوردة من البطاطا وصلت المملكة متعفنة وجرى إطلافها غير أن هذا من وجهة نظرهم لا يبرر قفز سعر الكيلو الواحد من هذه المادة في بعض الأحيان إلى الدينار أتوقع أنه معظم الشحنات اللي المسكت هاي مخزنة أو سوء تخزينها أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطا بالنسبة لأسعار البطاطا هي مرتفعة إجمالا في السوق المحلية وذلك لنقص البطاطا في السوق المحلية ما فيش موسم للوقت الحالي يعني وبسبب تكاليف النقل والشحن لهذا السبب مرتفعة أسعار البطاطا في أسواق إربد كما معظم أصناف الخضار والفواكه تصلي ظهور الناس ومع أنهم يرفعون الصوت عاليا مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية غير أن قوانين السوق هي سيدة الموقف هذه الأيام